قدنا لحضراتكم مرة أخرى ضيفي في هذه الفقرة الزميل العزيزة دكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد مساء الخيار مساء الفول يا سيد محمد أخبرك رحيش الحمد لله على السلام الله يسلمك شكرك وجدي حكيلي أنت شايف دايما بسألك السؤال بتاع أهم حدث بس أهم حدث هو فرض نفسه طبعا أهم حدث طبعا ده حدث تاريخي اللي هو توحيط سعر الصرف الدورة المصرية بقدرتها وبتخططها واستراتيجيتها قدرت فعلا يعني زي ما أنا قلت قبل كده بتكتب شهادة وفاة للسوق السوداء السوق الموازية انتهت تماما ده معنى إيه بقى يا محمد معنى حاجة مهمة جدا معنى أنك أنت الاقتصاد غير الرسمي ده خلاص ما عادش ليه مكان ومعنى أن أنت كله بقى كله دخل في الاقتصاد كل المعاملات كل المعاملات داخل الاقتصاد الرسمي طيب السوق السوداء دي طبعا كان لها أضرار بالغة جدا جدا في الفترة اللي فاتت الشهور اللي فاتت دي كلها من خلال الأضرار دي إحنا تأثرنا تأثر كبير جدا ما حدث من القرارات الأخيرة للدولة المصرية خديتها على في الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي ده كان أكبر رد على الذين كانوا يراهنون أو يصطادون في الماء العكر إن الدولة المصرية نايمة على ودنها إن مش هيحصل حاجة إن الاقتصاد المصري ها يفلس إن كل هذه الأمور الحقيقة الأمور اختلفت تماما وده بيدل على إن في إرادة من الدولة الوطنية المصرية لتحقيق الإصلاح الحقيقي وقيام يعني اقتصاد قوي الاقتصاد القوي ده بيقوم على إيه حضرتك بيقوم على أهم نقطة في الأساس هي إزاي أنا أقضي تماما على الأسواق الموازية أو السوق السوداء وده حصل بالفعل وبالتالي إحنا كده إدام أمرين في الأسابيع اللي مروا دول في غاية في الأهمية موضوع الصفقات صفقة رأس الحكمة دي بيتلوها مباشرة توحيد سعر الصرف هل في ارتباط أو في ارتباط أنت جاي لك استثمار قوي جدا جدا وفي نفس التوقيت جاي لك حاجة تانية مهمة جدا إن أنا هزبط لك السوق كمان خلاص انتهت المسألة فأصبح دلوقتي ده يعود بالأثار أثاره رائع جدا أول أثر تحولات المصريين في الخارج ده رقم واحد إنها تزداد والنهاردة تحديدا النهاردة تحديدا على حد معلوماتي يعني أو المعلومات اللي أنا قدر تحصل عليها إن فعلا في زيادة في تحولات المصريين زيادة قد تكون طفيفة إلى حد ما لكن إحنا بنتكلم على قرارات أيو ما هو قبل شهر رمضان كله بيحاول لأهله على قرارات فمعدش محتاج إن هو يحول بالزبط كده على قرارات صدرت لسه بارح يعني قرارات صدرت بارح لسه إحنا خلال 24 ساعة يعني طب ما بلنا بقى ما نستمر بعد أسبوع بعد أسبوع بعد شهر اثنين ثلاثة بعد سنة أجازات الصيف أجازات الصيف وخلاف وبالتالي أنت أول حاجة أنت هواني ودي مسألة مهمة جدا تحولات المصريين في الخارج خلاص أنا معي أنا شغال بره خلاص تمام إيه لبعضه الحاجة التانية كمان إنه ودي نقطة مهمة جدا جدا وده السؤال للناس في الشارع وده مهمة قوي قوي هل ده لي علاقة بالتدخم وخفض الأسعار آه لإعلاقة قوية جدا 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 خلنا نتكلم باللغة الناس البسيطة في المسألة دي يعني إحنا عارفين إن أي صعود بيبقى يعني في الغلط بيبقى سريع جدا إحنا شوفنا السؤال الوهمية كايتل الدرال بترتفع بشكل غير طبيعي وصل مش عارف لسبعين وكلام فارغ من ده كله يعني طيب لما بيحصل بقى إيه حلاقة ده بالتدخم آه هيأثر على التدخم بنواحي إيجابية قد تكون بطيئة لأنه لما أنت بتنزل لما بتيجي تنزل ببطء شوية صحيح عوامل المقاومة بتبقى لسه موجودة ففي البداية عوامل المقاومة بتبقى جديدة وتدريجيا بتقل شوية بشوية بس كان قرار الحقيقة بتاع محافظ البنك المركزي برفع برفع 6% في يوم ما هو ده لأني كنت عايزة رابطه بيه أنت عندك كمان القرارات البنك المركزي برفع الفايدة 6% دي برضو حاجة مهمة جدا جدا والبنوك بدأت تعمل شهادات بالنسبة بالنسبة تتراوح من 27% لـ 30% كل ده كل ده كله بيصبه في بوطاقة واحدة اللي عائد في النهاية بقى هنرجع بقى هيعود على المواطن بإيه بقى المواطن العاد خالص إنه يحصل فيه انخفاض في الأسعار قد يكون غير مرئي بس هيحصل سنة بسنة لأن المقاومة لازلت موجودة فده بياخد بيبقى إيه زي ما الاقتصادين بيكلموا بيقولوا إيه إن ده بيحصل بس تدريجي سنة بسنة سنة بسنة لغاية ما يبقى فيه استقرار للأسعار